محافظات كثر ساءت فيها خدمة الكهرباء وتزداد سوءا كلما اقترب فصل الصيف محافظة لاحج احد هذه المحافظات التي يعاني اهلها مرارة العيش في ظل انقطاع متواصل للكهرباء وبشكل مستمر يصل الى ثلاثة ايام متتالية يعاني من مسئلة الكهرباء منذ ثلاث سنوات او ما قبل الحرب مشكلة الكهرباء في المنطقة ان اكثر الناس اللي اتوا للمكان هذا اتوا من غراء بعيدة وجاءوا سكن في هذا المكان والمحول اللي موجود معنا محول واحد فقط طيب من جاء اشابك اصحاب الكهرباء تجي ايجي لعندك تقول له المحول ما يكفيش اقول لك اشبوك بعدين على الله رحبا نغوي الكهرباء فالمشهد اصبه اعتياديا في منطقة البيطرة بمحافظة لاحج حيث تنقطع الكهرباء كل ساعتين وتستمر الى ثلاث ساعات بل تستمر الى ثلاثة ايام متتالية ليشكل قلقا لدى المواطنين خصوصا مع بداية فصل الصيف مشاكل عديدة خلفتها الانقطاعة المتكررة كازمة المياه التي لا يمكن ضخها بدون التيارة الكهربائي اضافة الى توقف بعض المستشفيات عن الخدمة وتكمل مشكلة الكهرباء في ضعف المولدات وخروجها عن الخدمة وزيارة الربط العشوائي والكثافة السكانية القرية هذه محرومة من ابسط مقاومات الحياة يعني الكهرباء زي ما انتم شايفين ضعف فيها ضعف شديد برضو القرية تعاني من قطاع المياه المياه غير متوفرة يعني بشكل مطلوب برضو الاتصالات غير موجودة لكن نحن نطالب الآن بأن يكون الأولوية للأشياء المهمة للخدمات المهمة زي الكهرباء زي المياه وتستمر هذه المعاناة في كثير من المحافظات جراء الحرب التي تشهدها البلاد والتي أثرت بشكل كبير على مستوى الخدمات المختلفة أهمها الوقود والكهرباء فالتحدي يعود إلى ساحة المعركة مجدداً مع شداد الحر في المناطق الجنوبية والوعود المستمرة من قبل الجهات المختصة لحل هذه المشكلة الأزلية هذه هي منطقة البيطرة في محافظة لاحج تعاني الأمرين من انقطاع الكهرباء والمياه ويناشدون الجهات المعنية بأعالة النظر إلى هذه القرية التي أصبحت محرومة من أبسط مقاومات الحياة مروسيد قناة بلقيس لحج موسيقى